عودة الاحتجاجات إلى شوارع أبيان هكذا تلخص هذه المشاهد موقف المواطنين من موجة الفساد التي تضرب مؤسسات الدولة وتأتي هذه الاحتجاجات كما يقولون هنا بسبب الفساد الذي اشتاح أغلب مؤسسات الدولة في ظل صمت الجهات المعنية وهو ما دفعهم إلى تنفيذ هذه الوقفات الاحتجاجية أمام المجمع الحكومي في مديرية زنجبار مطالبين السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة بضرورة محاسبة الفاسدين وإقالتهم من مناصبهم في فساد مستسري السرقة الديزل انقطاعات كهرباء فصل في الكهرباء التيارات الملدات كل فساد في فساد الوقفة الاحتجاجية تحولت إلى مظاهرة شعبية طاف المتظاهرون خلالها شوارع المدينة معبرين عن مدى استيائهم من الوضع الذي آلت إليه مؤسسات الدولة معتبرين مؤسسة الكهرباء أحد أبرز المؤسسات الخدمية التي تعاني من فساد إداري بينما السلطة المحلية لم تتخذ أي إجراءات لمحاربته يؤكد المتظاهرون أن هذه الوقفة لن تكون الأخيرة لكنها بداية لاحتجاجات شعبية هادفة لتغيير الواقع الذي تعيشه المحافظة والضغط على السلطة في محاربة الفساد الذي تشهده جميع المرافق الحيوية لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان